طالبة الكوفية والعميد وموقع إيسبريس عنف إعلامي يخالف قواعد الصحافة كتب الأستاذ عزيزها الناوي تحت عنوان بلاغ رصد في جدار حسابي على فيسبوك تعليقا على مقالة إيسبريس وحشدها لمجموعة مواقف مكشوفة تحاول قلب الحقيقة البئيسة لمشهد العميد في حفل تخرج طالبة المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء في محاولة لإعادة توضيب مشهد مقلوب لصالح العميد البئيس مينبار إيسبريس جاء بطرح واحد لأناس يدعون الخبرة النفسية والعلمية في السلوك السوسيو الثقافي الجماعي للمغاربة ليتباكوا على العميد البئيس باسم المرجعيات الحقوقية ضد ما يسمونه العنف الافتراضي بشبكات التواصل الاجتماعي بينما أن العميد نفسه هو من مارس العنف المادي المشهود بأن ارتكب مجموعة سلوكيات عنيفة مركبة في المشاهد التالية أولا أنه من موقع الإداري كعميد مارس عنفا نفسيا على الطالب المتفوق في لحظة تتويجها التي انتظرتها لسنوات دراسية جد مضنية بأن صدمها في لحظة تاريخية بالنسبة لها ولأهلها ثانيا مارس عنفا ماديا بقمعه لحريتها الشخصية في ارتداء الوشاح والتزين بالألوان التي تشاء هي بذوقها وقناعتها في زمن يتم الصراخ الحقوقي عن ما يسمونه الحريات الفرضية طبعا يحصرها بعض القوم فقط في حريات الجنس ثالثا مارس عنفا ماديا بأن لم يكتفي بالتعبير للفظ العنيف الصادم للطالبة في لحظة تتويجها بل انه مد يده بشكل عنيف ليجروا الشاحة الكوفية من على صدر الفتاة امام الناس في سلوك يتجاوز العنف السلطوي الى ما كان يمكن ان يكون في دولة اخرى تشدد على حريات وحقوق المرأة الى ان يكون شبه تحرش علني بان لمس الفتاة واراد نزع جزء من ملابسها على الملأ رابعا مارس عنفا رمزيا جد خطير ومدمر لنفسية الفتاة الطالبة بان واصل السلوك العنيف اعلاه بان نزل من المنصة دون تسليم شهادة النجاح وشهادة التفوق التي اخذتها الزميلات او زملاء بالمنصة فقط لان الطالبة لم تركع لسلطويته بنزع الكوفية حتى بعد مد يده لنزعها بعدما لم يكتفي بالكلام خامسا مارس عنفا لا اخلاقيا وفاقدا لأدنى حس بالمرؤة والكياسة برغم كوني عميدا لكلية العلوم بان تجاوز اعراف الاستضافة الشريفية لشخصي بدعوته لحضور تسليم جوائز وشهادة التفوق في معاد عالي لا يقع تحت امرته اصلا بل لكوني العميد هو عميد بالجامعة بالدار البيضاء ولانه بات على ابواب التقاعد بعد ايام قليلة فقط سادسا كل هذا العنف المركب بحق الطالبة المتفوقة ينضاف الي عنف اكبر هو عنف بحق كل الشعب المغربي الذي لم يتوقف عن حشد التظاهرات الشعبية الرافضة لحرب الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والتي تفرد على كل انسان وليس فقط مغربي مسلم ملتزم بالقضية الفلسطينية ان يقف على الاقل رمزيا مع ضحايا هذه الحرب ولو بمجرد حمل كوفية فكيف بمحاولة نزعها من كتف وصدر فتاة سابعا موقع هسبريس من شدة تواطئ مع العميد لم يضع صورة مشهد العميد وهو يعتدي ماديا ورمزيا على الطالبة المتفوقة وعلى حفل التخرج ككل بينما الصورة والفيديو اجتحت العالم بل ان موقع هسبريس وضع صورة عامة ارشيفية من مشهد اخر لفتاة من خلف رأسها دون وجه كصورة رمزية مرفقة بالمقال المرافعة في اطار منهج طمس معالم الجريمة وهذا عنف اعلامي ايضا يخالف مهنية قواعد الصحافة قناة ابراهيم ابو جابر رحلة تيفي